هزاك يا جماعة نارضا في حلقة جديدة هنا على هوم سينما راجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة ودي اول حلقة ليستفل الرياكشن يعني انا مش هتصدقوا لو قلتلكوا ان دي اول حلقة من بعد يعني يعني حطوا مسلسلات رمضان دي على جنب لان كده كده اصلا مسلسلات رمضان دي لازم نعمل لقى لان لو ما عمل لاش هنعارفين هنتفرج على ايه يعني يعني لازم نعمل اكيد طبعا لازم نعمل في حلقة رمضان لان ده على اللي احنا بنعمله وبنقول احنا هنتفرج عليه تمام بس انا بكلم على او عامة في العموم او في المطلق للافلام تمام فتقريبا اخر فيلم عملت له تقريبا يعني عشان لما تخني الزاكرة اخر فيلم عملت له هو كان فيلم كيرة والجن وده كان السنة اللي فاتت انتم متخيلين بقلنا سنة كاملة ما عملناش على افلام على هوم سينما فبصراحة يعني انا يعني انا اخدت بالي قصة من الموضوع ده قبل ما اصور الحلقة دي دلوقتي يعني انا ما كنتش عارف الحقار ده فكده كده بتاعت مسلسلات رمضان دي ده ده شيء مفروب بانه يعني اكيد يعني حنيعمل عشان هنتفرج على ايه ومش هنتفرج على ايه بس انا هتكلم كافلام ده اول يحصل بعد بعد فيلم كيرة والجن اللي كان نزل السنة اللي فاتت فتقريبا احنا بقى لنا حرفيا سنة كاملة ما عملناش فده انا بالنسبة لي انا مخدود ان سنة عدت بسرعة كده بطريقة يعني مش طبيعية ما عملناش يعني والتريلر اللي احنا هنعمله النهاردة هو فيلم عربي فيلم مصري وهو فيلم على الزيرو والتريلر لسه دازل امبارح فاحنا هنعمله تريلر وحابب اعرف اكتر عن معلومات عن الفيلم وفي معانا في هو تأليف متحة العدل ومن اخراج محمد جمال العدل والبطولة معنا محمد رمضان اللي كريم شريف دسوقي شريف سلامة جمان مراد خلد الصاوي خلد انور واسلام ابراهيم هو تقريبا كده من البوستر اللي هو الدعائي يعني اللي هو يعني حتى البوستر دلوقتي بتتعمل لها تيزر يعني شكله كده فيلم اكشن اه شكله فيلم اكشن مش شكله اه مش شكله خالص فيلم اه كوميدي مسلا بتاع متحمس اه متحمس ان انا اشوف تجربة لفيلم لمحمد رمضان بعد فيلم هارلي اللي انا عن نفسي انا ما عجبنيش خالص حتى يعني سينمائيا خلا بالكم الفيلم ما نجحش قوي يعني يا عشان انت بس تبقى عارفين الفيلم كان جاب تلاتين مليون وعلى فكرة تلاتين مليون مقارنة بمحمد رمضان محمد رمضان نجم كبير وكل حاجة بس تلاتين مليون على محمد رمضان في موسم عيد ده رقم قليل جدا عشان انت بقوا عارفين يعني تلاتين مليون ده ولا حاجة والله يعني عندكوا هو دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني اه بيت الروبي كريم عبدالعزيز اه وكريم عحمود عبدالعزيز داخلين في تلاتة وستين مليون في في نو تايم يعني في في تنشر في تنشر يوم واتنشر يوم في تنشر يوم حرفيا يعني هو نزل اسبوع قبل العيد ففي 12 يوم جاب 63 مليون يعني ضعف ارادات هارلي في 12 يوم بس في حين ان اصلا هارلي قاعد في السينما بتاع شهرين مسلا او شهرين الا وبعد كده اتعرض على منصة ستارس بلاي فاتمنى يكون يعني غير شوية من نفسه في التيزر ده واتمنى بصراحة يكون حاجة جديدة شوية ما يكونش هو هو زي الحاجات اللي احنا شفناها قبل كده اتمنى يعني طبعا كان عادة ما شوفش التريلر ولا مرة هو تيزر حنعملو تريلر ري اكشن ويلا بينا نجوف تريلر على الزيرو ماشي 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 يا جماعة هو تيزر صغير قوي هو هو تقريبا ما فيش اي حاجة بيانت قوي في الفيلم وانا بعد ما شوفت التريلر او شوفت التيزر بتاع فيلم عزيرو هو انا حرفان عندي بس السؤال واحد هو ليه حسته ان هو هارلي الجزء التاني يعني انا ما شوفتش حاجة مختلفة واكتر حاجة يعني شفتها في الفيلم وشدتني كده ان اللي كان موجود فيه محمد رمضان اللي كان فيه كنبة حرفيا ده هو هو نفس المكان بتاع هارلي ولا انا بيتهيق لي ولا ده فيلم تاقي ولا ده هارلي الجزء التاني بتسمسمينه عزيرو فجايبين كازت تانس تانية هو هنا شكله ان هو يعني ده تقريبا ابنه فهو عايش حياة كريمة اكيد مع ابنه وبعد كده شكله فيه حيخش بقى في مويلة العصابات اتخيل له عرفت الفيلم كله من نظرة ابنه عايش حياة كريمة بقى مع ابنه والكلام ده كله من الاعمال اللي هو كان بيعملها والعصابات والقرف ده كله وبعد كده اكيد حتكون اتحطف مشاكل وتحطف حوارات هو غنى عنها ورجع تاني للسكة الشمالة اللي هو كان مسلا كان شغال فيها وتورط وبعد كده ابنه حيتورط معاه ومش عايز الازل ابنه سبحان الله عرفت حرقت الفيلم كله تقريبا من الفريم ده بس لقته بابنه علاقة كويسة جدا والله جماعة والله ومش ده نفس الفريم بتاع فيلم هارلي انا حاس ان انا شفت الحتة دي قبل كده عملية سطو شكلها هتحصل وعاوز يحمي ابنه باي طريقة من الطرق والله انا حاس ان هتلع صحة في الاخر نيلي كريم هي اللي انا كان المفاجأ بالنسبة لي ان نيلي كريم تظهر مع محمد رمضان ان انا ما اتوقعتش انا ممكن يعني حيبقى فيه ممكن كده ما بين نيلي كريم ومحمد رمضان خصوصا ان نيلي كريم بلا فترة كبيرة جدا على فكرة في المسلسلات شغالة جامد قوي مع العدل جروب فحلو حلو ان ممكن نيلي كريم حد جديد يعني كويسة والله كويسة انا مبسوط ان نيلي كريم موجودة فيلم محمد رمضان يعني احسن شوية من مثلا ياسمين صبري او مية عمر يعني الناس اللي دايما اللي دايما متعودين عليهم فكويس ان فيه حد جديد والله شوية اكشن سينز فيها فشخه وضربه بتاع كالعادة محمد رمضان جمانا مراد بقى ومعرفش ممكن واسلام ابراهيم الفريم ده ممكن نقول ايه مسلا جمانا مراد ممكن تبقى مسلا انا اياسف يعني احقول ما تكون تبقى مسلا فتاة ليل مسلا محمد رمضان ممكن يكون يعني مسلا محمد رمضان ممكن يكون يعرفها وهي مسلا تبقى فتاة ليل مسلا ومحمد رمضان بيروح لها ويقعد معاها والكلام ده كله وبيشكلها احزانه وهمه بس طبعا مش هتجوزه اكيد في الاخر اكيد حيحب من اللي كريم على مدى الفيلم اسلام ابراهيم بقى ما عرفش ممكن يبقى ايه مسلا ممكن اسلام ابراهيم يبقى سباي مسلا يبقى جاسوس مسلا للعصابة اللي بتطارد محمد رمضان ايرونو بس القصة تقريبا هي هي بتاعت هارلي عاملة محمد رمضان ونفس الفانيلا اللي بيلبسها بكل حتة القصة دي يعني مش هو هو والله يا جماعة هو هو هارلي يا جماعة بس بدل ما هو عامل دريدز شعره هو كان في هارلي كان عامل البن بس انا حاس ان هو هو مش شايف مش شايف احاجة جديدة عامة بس انا زي انا متأكد البلوت اللي انا قلته حاسس ان هو يعني زي انا حكيته هو حاسس ان هو ده الفيلم يعني ان هو بيتورط مع عصاباته والكلام ده كله وبيثبت نفسه ان هو اللي هيخلص عليهم وحيحب برضو ان اللي كريم وحيخاف عليها يعني انا برضو مش شايف اي حاجة جديدة انا ممكن لحد ما اللي عجبني شوية ممكن شوية بعد كده هنكتشف ده اكتر لما هينزلوا ونعملوا فحابب لما ينزل ونتكلم عنه اكتر بس اللي انا استشفيته في الديئة اللي احنا شوفناها في التيزر دي حاسس ان انا كل الكلام يصحق على فكرة يعني فنشوف في التريلر وطبعا كالعادة احنا في السفلة الرياكشن ما بنيديش نسبة ترقب على التيزر او على الفيلم يعني فاحنا بنيدي نسبة ترقب بنائة على التريلر اللي احنا بنعمله التريلر رياكشن اللي بقى بينزل فلما هينزل من الوفيشل تريلر هندي نسبة ترقب عم ترى انا لحد الوقتي مش حاسس ان انا ولا زعلانة ولا مبسوط بس حاسس ان كان ممكن يطلع حاجة احسن من كده خصوصا ان هو لسه طالع من تجربة هارلي اللي حاسس ان هي حرفين هي هي اللي احنا شوفنا ما شوفناش اي حاجة جديدة ما عرفش ما عرفش هنستنى التريلر الرئيسي او هنشوف التريلر الرسمي بتاع الفيلم وبعد كين عمله تريلر اكشن وبعد كين هنتكلم اكتر يعني بس ده انتباعي اولي مجرد للتيزر لفيلم على الزيرو محمد رمضان اللي ان شاء الله هينزل قريب حاس ان هو هينزل في موسم السيف مع فيلم هنيدي بس مانديش احاية تانية والعن فيلم على الزيرو اتمنى الحلقة اكون اعجبتك وان شاء الله شوفكم في الدايات تانية وقريب مطسوش تعملي سبسكرايب وليك وشير لو الحلقة عجبتك ومطسوش برو تعملي سبسكرايب للشانل التانية اسمه هوبالون وتايكتو اصبلكوا الانكس في الديسكريبشن ولو احببين تعملوا الفولو لايك على فيسبوك وتوفر انستجرام برضه اصبلكوا الانكس في الديسكريبشن وباي باي